تفرد بعد البخاري صح والقرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله إخواني الكرام وأخوات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام مسلم النيسابوري عليه رحمة الله تبارك وتعالى كالعادة في هذا البرنامج نتناول الأحاديث التي رواها الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الجامع الصحيح هذا الكتاب العظيم الذي هو أصح كتابا كتاب بعد كتاب الله عز وجل وبعد البخاري جمع فيه الإمام مسلم الأحاديث الصحيحة ونتناول في هذا البرنامج شرح هذه الأحاديث من خلال توضيح وتبيين المعاني والمفردات ثم نبين أهم الأحكام التي احتوت عليها هذه الأحاديث سواء الأحكام الفقهية أو العقدية أو الشرعية وكذلك نذكر أهم مقاصد سنة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه أخواني الكرام أخوات الكريمات ثواني معدودة نستمع لهذا الحديث ثم نعود عليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل فانتظرونا عن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث ولا نزال معكم في شرح كتاب النكاح أي كتاب الزواج من كتاب صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا الحديث حديث أبو هريرة رضي الله عنه بوابه هو الإمام النووي بقوله عليه رحمة الله قال باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع نسوة أن يجمع بينهن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وكذلك جاء في حديث آخر لا يجمع الرجل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها قوله لا يجمع الرجل وفي رواية نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها يعني لا يجد للرجل وهو متزوج بامرأة أن يجمع بهذه المرأة مع عمتها أو مع خالتها فهنا الجمع يكون بين زوجته وبين خالة المرأة أو بين الزوجة وبين عمت هذه الزوجة فلا يجوز ذلك وهذا أمر محرم وسنعرف بعد قليل الحكمة والسر في ذلك من خلال هذه الشريعة الإسلامية قال الحافظ قوله لا يجمع بالرفع على الخبر عن المشروعية قال هذا يعني هو يتضمن النهي قال فإن جمع بينهما بعقد بطلا يعني إذا جمع بينهم بعقد مع بعض في عقد واحد فهنا يبطل الزواج الزوجة الأولى والعمة أو الزوجة الأولى والخالة فيقول أو مرتبا بطل الثاني تزوج امرأة ثم تزوج خالتها بعد شهر بعد شهرين بعد سنة بعد عشرة بعد عشرين سنة فهنا الزواج الثاني يبطل يقول الحافظ الزواج الثاني بطلا فأصبح زواج باطل وفاسد وزواج غير صحيح ما الحكمة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أخوات الكرام و أخوات الكريمات من أن يجمع الرجل مع خالته أو زوجته في هذا النهي ما يقع بسبب المضارة من التباغض من التنافر فيقضي ذلك إلى قطيعة الرحم وقال الترمذي بعد تخريجه العمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ثم يقول ولا أن تنكح المرأة ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها و هنا قال الإمام النووي عليه ورحمة الله تبارك وتعالى قال احتج الجمهور بهذه الأحاديث وخص بها عموم القرآن في قوله جل وعلا وأحل لكم ما وراء ذلكم وذهب الجمهور إلى جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الأحاد قال ابن عبدالبر أجمل علماء على أن الزوجين إذا أسلم معا في حال واحدة أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب يعني ولا رضاء إذا كان رجل جامع مع عم أو خالة متزوجهم وهو كافر هم كافرين ثم أسلموا فيقول يعني أن لهما المقام على نكاحهما يعني ممكن يستمرون في ذلك وقال في الاختيارات أحد العلماء قال ولو قيل أن من لم يعلم التحريم فهو في ملك المحرمات بمنزلة أهل الجاهلية يقول كما قلنا على إحدى الروايتين أن من لم يعلم الواجبات فهو فيه كأهل الجاهلية فلا يجب عليهم القضاء كذلك أولئك تكون عقودهم وفعلهم بمنزلة عقود أهل الجاهلية ثم يقول فإذا اعتقدوا أن النكاحة بلا ولي وفي العدة صحيح كان بمنزلة أهل الجاهلية و ثم أيضا يعني نجد أخواني الكرام أخوات الكريمات أن الشرع الإسلامي يعني حدد أحكام الأسرة سواء في الزواج سواء في الطلاق و فيما يحل و فيما يحرم وما يترتب على ذلك من الحقوق ومن الواجبات على كل الأطراف كل هذه الأطراف لها حقوق وواجبات الزوج له حقوق وواجبات في الزواج في الطلاق له حقوق وواجبات في الزواج في وكذلك يعني الزوجة لها حقوق واجبات في الطلاق لها حقوق واجبات فالكل له حقوق وله واجبات واستقر الأمر بما وضحه القرآن وبما جاء أيضا في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث لا ينبغي لأحد أن يغير في هذه الأحكام باجتهاد بوجود هذه النصوص القاطعة الواضحة لذلك في هذا الحديث نجد تحريم جمع المرأة وعمتها أو خالتها وكما أن المرأة أيضا لا يجمع بينها وبين خالتها من النسب فكذلك لا يجمع بينها وبين خالتها من الرضاعة حتى إذا رجل تزوج أمرأة وهناك أمرأة يعني تكون خالة لزوجتك بالرضاعة أيضا لا يجوز أن تجمع بينهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تفرد بعد البخاري صح والقرآن ترجمة نانسي قنقر